اشتركوا في القناة اهلا بكم مجددا اعزائي الطلبة في مادة العلوم الفيزيائية نشاطنا اليوم هو المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي عن طريق قياس حجم غاز تابعوا معي هذا التمرين نضع قطعة من الزينك كتلتها 1 غرام في حوجلة نضيف لها حجما قدره 40 ميلي لتر من محلول حمض كلور الماء تركيزه 0.5 مول على اللتر نتابع تطور التفاعل الكيميائي الحادث بقياس حجم غاز ثناء الهيدروجان المنطلق خلال لحظات زمنية مختلفة فكانت النتائج مسجلة في الجدول التالي اليك الاسئلة اولا اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث تانيا مثل تغيرات VHD بدلالة الزمن ثالثا اوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة 150 ثانية كيف تتطور هذه السرعة عبر الزمن رابعا اذا اعدنا التجربة باستعمال مسحوق الزينك وفي نفس الشروط السابقة وبنفس القياسات مثل كيفيا تغيرات VHD بدلالة الزمن على البيان السابق خامسا نرفع درجة حرارة الوسط التفاعلي ثم نعيد التجربة مرة اخرى باستعمال مسحوق الزينك بنفس القياسات السابقة مثل كيفيا تغيرات VHD بدلالة الزمن ما هي العوامل الحركية التي تبرزها كل التجارب السابقة معطيات التمرين الكتلة المولية للزينك 65.4 غرام على المول والحجم المولي 25 لتر على المول إليك الحل للإجابة عن السؤال الأول وهو كتابة المعادلات نبدأ بالمعادلة النصفية للأكسادة مول من الزينك يعطينا مولا من شوارد الزينك ولموازنة هذه المعادلة شحنيا نضيف مولين من الإلكترانات المعادلة النصفية للإرجاع شوارد H+, يعطينا غاز تنائي الهيدروجين H2 ولموازنة هذه المعادلة شحنيا وكتليا نضيف H+, وبالتالي تصبح مولين من H+, ثم نوازنها من حيث الإلكترانات فنضيف لها مولين من الإلكترانات ولكتابة معادلة الأكسادة إرجاع يجب أن يكون عدد الإلكترانات التي يفقدها المرجع هي نفسها عدد الإلكترانات التي يكتسبها المؤكسد وبالتالي Zn زائد 2H+, يعطينا Zn2+, زائد H2 نجيب الآن عن السؤال الثاني وهو تمثيل البيان VH2 بدلالة الزمن وذلك باختيار سلم رسم مناسب إليك البيان حيث كل واحد سنتيمتر يقابل 100 ثانية بالنسبة لمحور الزمن وكل واحد سنتيمتر يقابل 20 مليلتر من حجم غاز دوناء الهيدروجين المنطلق للإجابة عن السؤال الثالث وهو السرعة الحجمية للتفاعل يجب أولا أن نذكر بتعريفها حيث تعرف السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة V تساوي 1 على VDX على DT حيث X هو تقدم التفاعل و V حجم الوسط التفاعلي ثم يجب إيجاد العلاقة بين حجم غاز دوناء الهيدروجين المنطلق والتقدم X لذلك نتبع الخطوات التالية ننشئ أولا جدولا لتقدم التفاعل بما أن المعامل استوكيومتري لغاز دوناء الهيدروجين هو واحد فإن كمية مادته NH2 يساوي X من جهة ثانية لدينا كمية مادتنا الهيدروجين المنطلق هي VH2 على VM وبالتالي نصل إلى العلاقة أن X يساوي VH2 على VM وباشتقاق هذه العلاقة نجد DX على DT يساوي واحد على VM DVH2 على DT وبالتالي عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي V تساوي واحد على V في VM في DVH2 على DT نذكر بأن DVH2 على DT تمثل ميل المماس للمنحنة عند لحظة زمنية T الآن نصل إلى حساب السرعة الحجمية عند اللحظة 150 ثانية وذلك بتمثيل المماس عند اللحظة السابقة ثم حساب السرعة الحجمية فكانت السرعة الحجمية عند تلك اللحظة هي 4 في 10 قوة نقص 4 مول على اللتر في الثانية للإجابة عن السؤال كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل نعلم أن ميل المماس عند أي لحظة يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت وبالتالي تنقص السرعة الحجمية للتفاعل مع مرور الوقت إلى أن تنعدم في نهاية التحول رابعاً لإعادة تمثيل البيان عند استعمال مسحوق الزنك يجب أن نتطرق إلى نقطتين النقطة الأولى أنه لو استعمل مسحوق الزنك عوضاً عن قطعة الزنك فإن التفاعل يصل إلى حده في مدة أقصر أما النقطة الثانية فيجب حساب حجم غاز ثناء الهيدروجين المنطلق في نهاية التحول لذلك يجب إيجاد المتفاعل المحد إذن بافتراض معدن الزنك هو الذي يختفي تماماً يكون Xmax يساوي كمية مادة الزنك وتساوي M صغيرة على M كبيرة بعد التعويض نجد أن Xmax يساوي 0.015 مول بافتراض شوارد H+, هي التي تختفي تماماً أن Xmax يساوي N2 على 2 ويساوي CV على 2 بعد التعويض نجد 0.01 مول إذن المتفاعل المحد هي شوارد H+, ويكون Xmax يساوي 0.01 مول نأتي الآن لحساب حجم غاز ثناء الهيدروجين المنطلق في نهاية التحول Xmax يساوي VH2max على VM إذن VH2max يساوي Xmax في VM بعد التعويض نجد 0.25 لتر نحوله إلى الميلي لتر ويساوي 250 ميلي لتر نعيد الآن تمثيل البيان على البيان السابق هو موضح باللون الأحمر حيث يجب أن لا نتعدى الحجم 250 ميلي لتر نأتي الآن إلى السؤال الخامس وهو رفع درجة الحرارة بنفس الشروط وباستعمال مسحوق الزنك نلاحظ أنه درجة الحرارة تسرع التفاعل أي أنه عند ازدياد درجة الحرارة لهذا الوسط التفاعلي يزداد سرعة التفاعل وبالتالي يصل التفاعل إلى حده في مدة زمنية أقصر فيكون شكل البيان كما هو موضح باللون الأزرق للإجابة عن السؤال الأخير وهو العاملان الحركيان البارزان هما العامل الحركي الأول وهو ازدياد سطح التلامس حيث أن مسحوق الزنك يعطي سطح تلامس أكبر مقارنة بقطعة الزنك وبالتالي كلما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات كان التفاعل أسرعا العامل الحركي الثاني هو درجة الحرارة حيث كلما ازدادت درجة الحرارة كان التفاعل أسرعا وبالتالي يصل إلى حده في مدة أقصر مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في شهادة البكالوريا وإلى اللقاء في حصة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة